اشتركوا في القناة والتي يأتي جميع الأنبياء والرسل وبالطبع كلنا نعرف أن سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام له ولدان الأول سيدنا إسماعيل من السيدة هاجر والثاني سيدنا إسحاق من السيدة سارة وبشرت الملائكة السيدة سارة الطاعنة في السن بسيدنا إسحاق ومن وراء سيدنا إسحاق سيدنا يعقوب اللي هو إسرائيل وامرأته ضائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب ثم أنعم المنعم عز وجل على سيدنا يعقوب عليه السلام باثني عشر ولدا اللي منهم سيدنا يوسف عليه السلام وجميع زرية بني إسرائيل يأتون من زرية أبناء سيدنا يعقوب عليه السلام فكانت النبوة في بني إسرائيل لفترة طويلة من الزمان حتى جاء آخر نبي لبني إسرائيل وهو سيدنا عيسى بن مريم عليه السلام وكان لسيدنا إبراهيم عليه السلام مع ولدي سيدنا إسماعيل وهما يرفعان قواعد البيت دعوة ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم وفي العهد القديم كان هناك العديد من النصوص التي تتحدث عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعن صفاته الخلقية والخلقية وكان هناك نبوء لسيدنا موسى عليه السلام ولكن بعد بعثة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم حذفوا معظم هذه النبوءات لكن بعض هذه النبوءات ما زالت موجودة في العهد القديم المحرف زي في سفر التسنية الإصحاح 18 قال فيه أقيم لهم نبيا من وسط إخوتهم مثلك وأجعل كلامي في فمه فيكلمهم بكل ما أوصيه به ومعنى من وسط إخوتهم أي من بني عمومتهم من بني إسماعيل عليه السلام ومعنى وأجعل كلامي في فمه فهو لم يكن يقرأ ولا يكتب فكان صلى الله عليه وسلم أميا وكان سيدنا داود عليه السلام يترنم بأروع الأصوات ويقول أنت أبرع جمالا من بني البشر انسكبت النعمة على شفتيك لذلك باركك الله إلى الأبد ولما جاء آخر أنبياء بني إسرائيل سيدنا عيسى بن مريم بشر بالرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وقال وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل لإني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين جزاكم الله خيرا